قذائف ميليشيا الحوثي تواصل خطف أرواح المدنيين من أبناء تعز باستمرار قصفها على تجمعات المدنيين ومساكنهم ساحة الحرية وسط المدينة هدف جديد للميليشيا الحوثية بكذفة هاون سقطت على سيارة تابعة لأحد الأطباء في دوار الكهرباء ما تسبب باستشهاد مرأة وجرح 12 مدنيا تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة معلومة الولدشير أن القذيفة وصلت إلى سيارة مخربة وهناك عدة ضحايا من المدنيين سيتم حصرهم لا يمر أسبوع على تعز المحاصرة والمكتظة بالسكان دون سقوط كذائف الميليشيا على التجمعات السكانية ودون قتل وجرح من المدنيين الذين يتضاعف عددهم وتتضاعف معاناتهم مع مرور كل يوم دون استكمال عملية التحرير المعطلة الجرحة ملف آخر يثقل كاهل المدينة المثقلة بالحرب وتبعاتها يتوزع جرحة تعز على عدد مستشفيات الداخل والخارج فيما لا يزال آخرون يعانون أوضاعا مأساوية وإهمال الجهات المعنية رغم حاجتهم للسفر العاجل خلال خمسة أشهر تم إنجاز أننا غطينا العلاق للقرحة الموجودين في مصر والقرحة الموجودين في الهند وتم معالقتهم وتم عمليات عمليات كبيرة أرقع بعض القرحة منهم وبعض القرحة يستكمل علاقه الآن هناك تم تسفير ستة وثلاثة إنجريح إلى الخارج خلال هذه الفترة تم فتح عيادة طبية في المستشفى العسكري للقرحة خاصة بالقرحة وتم فتح أيضا سيدلية خاصة بالقرحة في المستشفى أيضا اللجنة الطبية العسكرية في مؤتمر صحفي لها قالت إن 396 جريحا بحاجة ماسة للسفر العاجل وأن ما يزيد عن ألف جريح بحاجة إلى إجراء عمليات داخل اليمن تواصل اللجنة مهام متابعة ملف الجرحة بلا موازنة تشغيلية وبلا مبالغ لعلاج وتسفير الجرحة وحل مشاكلهم